الآن حيبدأ بالتسجيد طبعا الـ Evaluation Process في هذا الكورس حتكون كالتالي هيكون عندنا أول شيء Quizzes هي مسائل بسيطة حتتم توزيحها في نهاية كل محاضرة إن شاء الله والـ Quizzes حيكون عليها 25% حتكون مسائل بسيطة جدا يعني تتعرض للموضوع اللي تم تناوله أسبوع القبل يعني مثل أسبوع القادم أسبوع هذا ما فيش Quizz إن شاء الله أسبوع القادم حتكون في Quizz حنستعرض فيها بعض المواضيع اللي حنغطوها اليوم حتكون يعني very simple جسد أن الطالب هو يتابع في المحاضرة وأنه هو يقرأ المحاضرة الأولى قبل ما يجي للمحاضرة الثانية بعدين حيكون عندنا إن شاء الله written report اللي هو كتابة report ممكن يكون في أي مجال بعدين حنتفهموا عليه report بعدين يعني المواضيع وبس شيء حيكون فيه جزء simulation والsimulation طبعاً حنحكي لكم عليه بعدين إن شاء الله ممكن نستخدمه المثلب أو ممكن نستخدمه في برنامج اسمه Octave حنوري الكم أو ممكن تستخدم البايثون أي لغة برمجة ممكن تستعملها في السيموليشن وبعدين حيكون عندنا final exam اللي هو حيكون عليه 50% فهذه طريقة مش حيكون عندنا من term exams في الكورس مش حيكون عندنا يعني امتحانات فصلية تمام الآن نتحدث عن uncertainty uncertainty هو عدم اليقين تشير إلى عدم اليقين بالنسبة للغرب هنا اللي هم يقول لك إنه في there is only two certain things in this world uncertainty and death طبعاً نسمحك مسلمين نقوله من uncertainty وجود الله سبحانه وتعالى وجوده رسله الكريم هذه كلها بسببنا نحن من uncertainty ولكن بالنسبة للمرحدين أو للغرب بشكل عام يعتبروا في uncertainty إنه هي ما فيش حاجة certain في الأرض معادة uncertainty نفسها أو الموت الموت هذي تعتبر certain thing لاني هم حشوف فيها كلهم يعني أما غير هكي كل شيء uncertain بمعنى إنه كل ما حولنا يعني من أشياء تقنية قد نتكلمه من signals من measurements من models كل شيء حولنا هو فيه نسبة من عدم اليقين أو uncertainties السؤال هل هو مهم أم لا طبعاً بالنسبة لنا نحن كengineers في أشياء تكون مهمة وفي أشياء نحن بما أن المنظومة اللي عملنا لها design تشتغل خلاص هنأخذ التفاصيل حنجل التفاصيل بعدين ولكن في أشياء كثيرة بمعنى digital communication الآن اللي نحن قاعدين نستخدم فيها الآن مثلاً كplatform للتواصل بيني وبينكم ما كانت لتعمل لولا أننا نحن أخذينا في اعتبارنا الأنستخدم في القناة عندنا أنستخدم في channel عندنا أنستخدم في signal عندنا أنستخدم في noise وبالتالي بمعرفة خواص هذه الأنستخدم بمعرفة الbehavior أو الproperties بمعرفة هذه الأنستخدم كنا نستطيع التفاصيل أوبتيمال ريسيفر أوبتيمال ريسيفر هو تم تصميمه بأخر في الاعتبار هذه عدم اليقين اللي موجود في كل شيء حولنا فنشوفوا مثلاً هنا مثلاً اللي هي الإشارة بين الhistory والفترة كل شيء فيه future يكون مغطى بحاجز الزمن فكل شيء في الفترة هو خاضع الأنستخدم Nobody knows what will happen tomorrow If you have a signal now Nobody knows what it will be after some time So دائماً أي شيء في الفترة فيه uncertainty أو توجد فيه عدم عدم يقين طبعاً العدم اليقين عادةً يكون مربوط بأذهاننا أو في أذهاننا بما يسمى بالquantum mechanics وهي استحالة معرفة المومنتوم واللوكيشن بتاع الأتم in the same time اللي هي يسمى في delta x times delta rho تكون أكبر من أو تساوي ثابت بلانك على أثنين زي ما تشوفوا فيها على المقننة أضع القلم فقط هذه مثلاً تشوف فيها المعادلة كذلك لو صار عندنا أي fault في شبكة الكهرباء مثلاً أين هو مكان الفولت تعتبر uncertainty أمتى حيجي الفولت الثاني النظر uncertainty is the network working fine or not uncertainty نشوفوا الطبيب نفسه يحكم على يريد أن يعرف سبب المرض من السيبتموس فعند مريض يأتي في سيبتموس معينة أو أعرار من الأعرار ما هو المرض هذه uncertainty لو شركة تدخل تريد أن تدخل إلى project ففي risks فالريسكس هذه عبارة كذلك عن uncertainty يعني اختيارك لمصار معين يعني مثلاً أنك تريد أن تشري موبايل الآن هل تشري آيفون وإلا مثلاً بيكسل على سلمثال والله سامسونج كل واحد له مزايا وله عيوب وله كذا فلكن إذا كان ما عندك تجربة سابقة فكل منهم يعتبر uncertainty وهو عبارة عن باب يخفي خلف شيء يمكن أن يكون جيد شيء يمكن أن يكون شخص مثلاً يبيع سيارة فهو ممكن قد يكون في uncertainty في أن هو claims أو أن يخدع فهو يقول لك أن سيارة بيرفكت ولكن هو يعرف أنها مش بيرفكت فنحن عندنا uncertainty في خواطر الناس أو ما هو في ذهن الناس دراسات كثيرة أثبتت مع الوقت أنها خطأ يعني على سبيل المثال أذكر في 1999 كان في دراسة دارت بأن أو 98 بأن القهوة أسوأ حتى شرب القهوة أسوأ شرب الكحون يعني هذه دراسة دارت في نهاية تسعينيات وبعدين أثبت العكس تماما يعني الآن الدراسات الحديثة تقول بأن القهوة هي أكثر مشروب هي والشاه يعتبر healthy ومهم لجسم الإنسان طبعا مع مراعاة الناس لهم عندهم مشاكل صحية مثل القولون العاصبي إلى خري ولك بشكل عام القهوة تعتبر من أفضل المشروبات الصحية كيف صاد التغير طبعا الدراسة هنا لأنها تعتمد على دراسات إحصائية داروا دراسات إحصائية سابقة فكان دراسة إحصائية كان في أشياء متطبطة بأشياء أخرى ما بدأتش في الدراسة الأولى في الدراسة الثانية لما حسنوا المودل وجدوا أن الكونكولوجين السابق كينخاطئ وبالتالي دائما عندنا uncertainty هل نستطيع أن نقول أن الكافي is very healthy right now No حتى توم نقول أن دبوا ننظرولا بنظرة الشك كل شيء حولنا من أشياء يعني كهربائية أو تقنيا نتكلم أن دائما ما فيش عندك حاجة 100% صحيحة وبالتالي نمحو هذه نعم ف uncertainty هي متضمنة في أي يعني مجال إنساني أي مجال لها علاقة بالإنسانية فيها uncertainty سواء كانت في الاقتصاد في الإيكوناميكس في البزنس في السيكوريتي في العلوم الاجتماعية في العلوم الصحية في علوم البيئة في التقنية كل شيء عندنا فيه some part of uncertainty and this uncertainty must be considerate لما نحن يعني ندرس في أي مجال أي مجال لابد يتم فيه لأخذ في الاعتبار بال uncertainty ال uncertainty موضوع مهم جدا كما قلنا عدم اليقين ولهذا تجد تعريفات مختلفة لأن عندنا مقولة في لغة عربية مشهورة يعني يقول لك من حاولنا نذكرها بالضبط كيف تقال هي ولكن بمعنى أو بآخر إن من أصعب المعضلات توضيح الواضحات أو إثبات الواضحات من أصعب المعضلات توضيح أو إثبات الواضحات فهذه مشكلة كبيرة يعني حتى في جميع اللغات لأن عدم اليقين معروف بالحدث السليم عدم اليقين شيء معروف بالحدث ولهذا تجد تعريفات مختلفة لكلمة uncertainty فتجد مثلا هنا في Cambridge dictionary يقول لك إن uncertainty عرفوها عرفوها a situation in which something is not known or something that is not known or certain nothing is ever decided and all the uncertainty is very bad for staff morals life is full of uncertainty يعني أو مثلا نشوفه إكسفور يعرضها بأن something that you cannot be sure about شيء ما لا تستطيع أن تكون متأكد حوله تمام تجد مثلا يعني تعريفات مختلفة لو تدخل على الجوجل وتكتب define uncertainty حتى يش تعريفات مختلفة ولهذا أفضل تعريف باسم لنا نحن الكورس اللي هو موجود باللون الأصفر uncertainty refers to lack of perfect prediction or estimation إذا كان عندك يعني ما تقدرش تدير prediction بمعنى أنك أنت تتنبأ بقيمة معينة بدقة 100% طبعا نحط تحت 10 خطوط 100% أنها ما تقدرش 100% معنىها صحيحة 100% إذا كما تقدرش تدير prediction ولا تصديق أن تقيس ولا تصديق أن تعمل estimation بنسبة 100% معنىها عندك دائما uncertainty أعطي أعطيك مثال بسيط لو طلبت منك أعطيت مثلا قلم وقلت لك تقيس لي طول القلم هذا بنسبة 100% بدقة 100% هل تستطيع طبعا لا ستقول لي impossible نجدر نديرها هل سألك ليش نجدرها تقول لي لأني لما بنقيس الطول سنستخدم واحدة قياس كل واحدة قياس عندها مقدار دقة معين بمعنى لو جبت مصدرة عادية والمصدرة هذه كانت مقسمة إلى سنتيمترات وإلى مليمترات تمام فدقة قياسك للقلم ستكون بأقل مقياس موجود على المصدرة فالموجود على المصدرة هو مليمتر أقل حاجة هي مليمتر طبعا سنتيمتر في عشرة مليمتر أوكي فأنت عندك مثلا أو عرفوا مش المليمتر اللي هو الديسيمتر عرفت اللي هو واحد من عشرة من السنتيمتر فهذا أقل واحدة قياس تقدر قسبيها فجد قسطها فتقول لي أنا هنعطيك الواحدة ما تقولي القلم هذا هو 12 سنتيمتر بوينت ثلاثة خلاص هتصبي عند بوينت ثلاثة ليش هتصبي عند بوينت ثلاثة لأن أقل حاجة تقدر تقيسها بالمصدرة هذه هي البوينت ثلاثة تمام جاء واحد ثاني قالك لا والله أنا عندي مقياس بالليزر ديجيتال بيكمل دقة بتاعي يقولك دقة بتاعي بالمليمتر يعني واحد من 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 الألف من المتر اللي هو واحد من عشرة من السنتيمتر فنقول لها تمام أو يقول لك هذا والله بوينت واحد مليمتر دقة بتاعي فنقول لك بيقيس القلام يقول لي 12 سنتيم بوينت بعد البوينت ثلاثة قالك بوينت اثنين ستة تمام هي أكثر دقة لكن هل هو مية في المية ستيل مازال لأن هذه دقة ال 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 وحدة القياس اللي موجودة وبالتالي كل وحدة القياس عندها مقدار دقة معين ما بعد يعتبر uncertainty فانا هنقول طول هذا القلم هو 12 بوينت اثنين ستة بلس ماينس دلتا دلتا هذه عبارة عن uncertainty في وحدة القياس لو أني أنا مثلا يعني وزن تبيتوزن أي شي نفسي فكرة بالضبط على حسب دقة الميزان في ميزان الدقة بتاعها مثلا بالكيلوغرام فلما جيتوزن والله يوزنك مثلا ستة وسبعين كيلو فهي ستة وسبعين بس لا هي بلس ماينس لأن دقة الميزان طلع في الكيلو بس إذا قد تكون نص قد تكون ربعة قد تكون كذا وبالتالي دائما كل وحدة القياس عندها دقة الدقة هذه ما بعدها هو uncertainty ما عنديش منديرلها هذه مستحيل نعرفها هل في واحدة قياس تضيق دقة 100% مستحيل مستحيل واحدة قياس تضيق دقة 100% مستحيل تمام ما فيش حاجة 100% عندنا على الأرض هنا ما فيش حاجة ما يعلمهاش طولها بالضبط إلا الله سبحانه وتعالى البشر مهما وصلوا من دقة مش هيوصل إلى 100% ممكن يوصل إلى أربع أرقام بعد الفاصلة عشر أرقام بعد الفاصلة عشرين رقم بعد الفاصلة مع أن هذه غير موجودة لأنها هل تدخل في النويس وتخش في الفلكتويشن بتاع التمبرتشر إلى آخره ولكن دائما في عندنا لمت تمام كيف نتعامل مع ما حولنا يعني لو جينا نحن جينا للموبايل فون لعندنا الموبايل هذا عبارة عن ديجة كومنيكيشن عبارة عن material sinus عبارة عن شاشة فيها يعني سيليكون وإلى آخره فيها pixels فيها فيها إلى آخره تمام لو شفنا العلوم اللي دخلت في تصنيع هذا الموبايل تجدها علوم كثيرة جدا من علوم الفيزياء من علوم الكيمياء من Electronic Engineering من تصنيع من المودل للقناة اللي حتمشي فيها الوايف من الانتننز Electromagnetic ألاف العلوم دخلت في تصنيع حتى وصل عندنا هذا الجهاز اللي هو بين أيدينا اليوم تمام فكل شي حنتعامل معاه في هذه العلوم دائما البشر كيف حنتعرف على الكون حولنا نتعرف على الكون حولنا بما يسمى بالنمذجة بالمودل يعني ندلوا في مودل وبيلع هذا المودل يتم دراسة ما هو حول فالمودل is the human tool to study and understand and analyze reality المودل النموذج هو الوحدة البشرية لدراسة وفهم وتحليل الحقيقة فكل شي حولنا أنت حقيقة تدلنا في مودل في دماغك وبين تحاول من المودل هذا تقدر تبني أنت بعدين نموذج رياضي أو نموذج وصفي إلى آخره النماذج اللي هي مستعملة أو النمذجة المودل process عمليه النمذجة يعني تستعمل أو تعتمل على أشياء كثيرة منها ما يسمى بالإندكتف وبالديتكتف وبالأبداكتف ريزوني طبعا مش حنخلو فيها واجد لكن الإندكتف أنك أنت تبدأ بالأبزرفيشن ومن الأبزرفيشن تنتهي إلى بمعنى لما في قوانين اللي هنا فراداري وماكزو الحقيقة بدأت بالبداية بالملاحظة بدأت ملاحظة يعني يعني لما مرر مثلا سلك مرر فيه كهرباء شاهد بأن البوصلة اللي كانت جنبه قعدت تبرم هو شاف ملاحظة هذه تمام من الملاحظة هذه بدأ يدرس في الأول اعتقد ممكن هذا البوصلة ضربها جنب في البداية كيف تبرم بروحها بعدين جاب مغناطيس واحد آخر لقاه نفس القصة لقاه يزيد في الكهرباء يزيد السرعة ينقص الكهرباء بدأ من الابزرفيشن اللي هو شاف بدأ ستب باي ستب وصل إلى وضع معادلة فالمعادلة الثيوري اطلعت من وين اطلعت من ملاحظة طيور النورس طيور النورس اللي جان في الصيف وفي الربيع بالذات نشوف فيها هنا في فنلندا وحتى في ليبيا في كل مكان طيور النورس كلهم بيض اللي شوفت هنا مثلا فهنا من الابزرفيشن شوفوا جميع طيور النورس بيض فنحط ثيوري مني أنا نقول إن يعني الكلور بتاع اللي هنا طيور النورس جميع طيور النورس في العالم نورس الابيض للثيوري هذي اسمها اندكتب ليش لأنها بيست على الابزرفيشن للثيوري هذي حتى تظل صحيحة مدام ما فيش حد نقضها كيف ينقضها حد ينقض حد بين يجيب يطير واحد بس نورس لونة أسود والله لونة أشهب والله أي لون غير الأبيض معناها الثيوري بتاع كلها سقطت تمام لأن تقضها وحدة بس معنا انتهت النظرية وبالتالي بدأ ما نقول all هنستخدم مثلا most في الحالة هذه لأن all معناها غلط كنظرية تمام بعدين في عدنا الديتاكتب الديتاكتب مودلينج أو الريزونينج اللي هي تبدأ فكرة في دماغك تبدأ بالأيديا مش بالأبزرفيشن تبدأ بالأيديا وبعدين الأيديا تجد أن تدير نوع من الأبزرفيشن تبحث عنها فتجد أن فكرتك كانت صحيحة فهي أصلا بدت شنو بدت بالأيديا ما بدتش بالأبزرفيشن يعني أشهر مثال فيها مثلا نظرية إنشتاين العلاقة ما بين الكتلة والطاقة أن الطاقة الموجودة في أي كتلة تسوي M C C هذا مربع سرعة الضوء وهو طلحها من الثيوري طلحش من الأبزرفيشن هذا كل الوقت ما فيش ولا واحد دار التجربة تمام فهو طلعب نظرية جديدة قال لهم رأي كتلة هذه عبارة عن واجه من أوجه الطاقة وأن الطاقة التي تحتويها الكتلة هذه هي تسوي M في C ممكن في البداية يضحكوا عليه في البداية ما صدقوش كذا كذا لغاية ما تأول انشطار أو تجنير للذرة فلما مثلا فجر وان جرام فاطلعت طاقة رهيبة جدا ولما قاسوها فعلا بنفس المعادلة ورحانشتاين فهنا بدأت شنو بدأت من فكرة بثيوري اطلعت إنها هي حقيقة بعدين كمودل فمصرح صح التعبير مصرح التجارب ومعمل التجارب كان في دماغها هو بس ما كانش في حاجة برا فكان يفكر ويطلع في نظريات فهذه يسمون فيها ديتكتف الأخير يسمون فيها الابداكتف ريزونيج الابداكتف ريزونيج هي عبارة عن انك انت شفت ملاحظة معينة ولكن كانت لها عدة أسباب فأنت في الحالة هذيك عادت تفكر في شنو هو أقرب يعني هانت تخش معها الانسرتينيتي الانسرتينيتي مع الملاحظة بمعنى جيت في الصبح قبل ما تطلع للجامعة اليوم الكلية والتيتت سندوتش حطيتها بصوبة جيت المطبخ ديت سندوتشك وحطيتها وقلت نركب نصلي ونجي ناكله ونطلع جيت لقيت سندوتشك موكل تمام فهذا وين عدة فتبت تفكر تبت تحط فيه شنو هنا يسمون فيه ابداكتف ريزونيج يبدو تقول والله ما يديرها الأخوية هو أكيد أخذين معاه هذا ابداكتف ريزونيج يسمون فيها انك كده تحاول انك تدير ريزونيج أو تحليل معين ولكن يحتمل أكثر من احتمال شخص مثلا في الصبح ولع سيارة ما ولعتش فتاح شاف سيارة اللي قال خيوط الشماعي مقطعت فهنا في ملاحظة هو شاف هي observation لكن شنو ريزونيج هنا يبدو هو يفكر في الأسباب المقنعة يعني ممكن تكون هذا السبب يعني هل ممكن في حد فتاح السيارة وقطع الأسلاك لكن مش مكسور باب السيارة مثلا أو غطاء المحركة فهنا يبدو يفكر معناها هنا كان فيه مثلا جذانة وقنات يقولونهم أنها خاشت للسيارة ممكن قطعت الخيوط هذين فهنا مشائلة إلى الobjective reasoning فهذه الطرق الأساسية الثلاثة اللي يفكر فيها بشر يرى هذي رأخوذها بشكل عام في كل تفكير يعني يعني مثلا لما ينزل تلج مثلا نحن عندنا هنا في فلندا دائما فيشتاء ينزل تلج تقعد الأرض كأنها قزازة تمام فلما تطلع في الصبح ويشوف الأرض طبعا شي يصير هنا درجة الحرارة تنزل مرات تقعد ينزل تلج السنو بعدين في الليل تدفع الحرارة شوية عند المغرب فيتذوب الأممية السنو هذا يذوب يقعد أممية أتجي في عقاب الليل تنزل الحرارة تقعد ناقص عشرة ناقص اتناش فشين يصير لما هي هذه التجمة تقعد كيف القزازة فأنا لما نطلع في الصبح نشوفها نعرفها أنا بجني طيحة مع أني مش برور نكون جربتها يعني عرفت مش برور أني شفت قدامي حد طاح وبالتالي هذه يعني أنا واضح أن الطريق هذه لأن معلوماتنا تحت تكون وبالتالي الوقوع فيها أنا وارد وقس عليها يعني الوقت ما يسمحش ولكن كل طرق تفكيرنا كبشر يعني حاصل ما بين الاندكتف والديتكتف والأب دكتف طبعا بعدين استحدثوا أشياء جديدة هي علاقة بالكمبيوتينج وبالأرتيفشل انتليجنس وهذه لو حصلنا وقت ممكن نجوها بعدين المودلز بشكل عام المودلينج بشكل عام والنمذج بشكل عام قد تكون هي يعني محددة وقد تكون ستوكاستيك عشوائية وقد تكون بارامترك يعني وقد تكون وقد تكون وصفية إلى آخرين تمام احنا نجي نديرو في المودل كل مودل نديرو فيه من أجل تقليل الانسرتيني بحيث نعرف ونحنا شنو هو النتيجة اللي حتكون هنأخذ أمثلة الآن على فكرة إن شاء الله من المحاضرة الجاية تجيبوا معاكم الحواسيب أو حتى تقل سخدم الموبايل وتحطها على الصامت تمام وتتبع المحاضرة من الشاشة كيفما أنت ديرتو لكن ميز لما يكون معاك الكمبيوتر ممكن أنت تكتب في الشات لو جاك سؤال أثناء كلامي ممكن تكتب ليه في الشات عرفت يعني فأنا نقراه ونقدر نوقف ونجاوبك عليه لأننا هنقدر نتابع في الشات ونقدر نوقف في أي وقت طبعا حتى تقدر توقفني تسألني يعني لو كان في عندك سؤال ولكن من أجل يعني الفلو بتاع المحاضرة ممكن لو كان يكون على الشات يكون أسرع أو أفضل نشوفوا في الفيجر هنا عندنا اللي هي بعض الموديلس نشوفوا فيها نحن قدامنا مثلا نحن قلم فلو عندنا تانك هذا شكل تمام وهذا التانك عنده Liquid Flow يجي وعندنا Liquid Out وعندنا Control على الصمام لهذا التانك تمام وجيت خبرتك أنا قلت لك راه الفلو إن يساوي مثلا 10 متر متر مكعب في الساعة وال Out مثلا 8 متر مكعب في الساعة وعطيتك نصف قطر التانك إلى آخره وقلت لك بعد 36 دقيقة ونص كم سيكون ارتفاع Liquid في هذا التانك هذه بشكل عام واضح أنه بالنسبة لأننا الآن هي Uncertainty ما نشعارف ما عندكش إجابة تبدأ تدير في Guess تقول والله ممكن متر ممكن 2 متر ممكن 7 متر يعني تبدأ ضرب عشوائي كما يقال لأن ما عندكش أي تصور لها ولكن الموديل هذا ممكن أن ندير Deterministic إلى حد ما فالمعادلة هذه ممكن ببساطة أن نحلها كDifferential Equation First Order شوفيها هنا يعيبار عن First Order Differential Equation هي Non-linear Differential Equation تمام فهذه نانية Differential Equation هي توصف بالضبط ارتفاع الليكويد في هذا الخزان اللي هو X of T لما تحل الليكويد هذي هو أهمل الدلتا هنا فنقولكم ما الدلتا هذي بتحشنه لو أهملنا الدلتا وحللنا المعادلة هذي هتعطيك ارتفاع الليكويد تمام فلما تخيل جينا كما قلت لك بعد مثلا 36 دقيقة مثلا و20 ثانية قلت لك كم ارتفاع الليكويد فالمعادلة طلعت لي ارتفاع الليكويد المفروض يكون عند على سبيل المثال 1 متر 0.07 يعني 1 متر و7 سنتيمتر هيكون ارتفاع الليكويد جيت انت قلتها هتلقاه صح هتلقاه 1.065 1.069 1.078 1.08 يعني هيكون قريب جدا من اللي عطتها لي المعادلة فالمعادلة هذي هل لك لمشكلة الانسورتينيتي ولكن زي ما قلنا بدري ما حد يجعل يقول لك 100% وبالتالي لو كان مهم جدا على سبيل المثال الليكويد هذا نستعمل فيه في مثلا في تبريد محطة نووية ولابد ان نعرف بالضبط الـ X of T نخذها في الاعتبار بالضبط فهنا مضطر هنا ان ينظيف الدلتا الدلتا هذه لأن المعادلة هذه وضعناها بوضع Assumptions يعني من Assumptions مثلا اعتبرنا ان ما فيش عندي معامل احتكاك ما بين الليكويد وجدار الخزان اعتبرت في هذه المعادلة ان ما عنديش ان نصف قطر الخزان او مساحة الخزان معطا بدقة 100% اعتبرت ان فتحة الـ контрولر هذه معطا بنسبة 100% وبالتالي طلعت للمعادلة اللي هي مبينة كيف نطرم المعضلة هذه ان هي ما فيش حاجة 100% ننضيف delta اضافة delta هذه تسمى بالmodeling error كل model عندها error فهنا نصف بهذا المodeling error بالdelta نفس الشي هذه معادلة شوفين طبعا هذه بجمع واخذين عليها معادلة مثلا RLC circuit فلو طلب منك تحل RLC circuit طب تحل ها سهل كمعادلة هو R في I هذا مجموعة الجهود هيساوي جهد المصدر تمام وبالتالي هتطلع عندنا معادلة يعني فيها differentiation وفيها integration أو تطلع second order differential equation بأخذ التفاضل لكل هذه المعادلة ولكن مرة أخرى لابد تتذكر لما فيش عندك مقاومة صحيحة 100% ما عندكش inductance ideal 100% كل inductance عنده resistance وكل inductance عنده straight capacity وبالتالي في أشياء كثيرة جدا لو أريد أرد أن تأخذها في الاعتبار المعادلة هتكون مهلا وممكن أكثر تعقيد مما نحتاج ولكن ممكن نحطه هنا delta اللي هي تعبر عن model error طبعا دائما المodeling error يعني كما قلت دائما أنه يعني uncertainty اللي هي موجودة طبعا estimation theory بعض الأحيان تكون عندنا معادلة unknown يعني قد تكون عندك معادلة unknown السystem هذا قد يكون unknown وانت عندك فقط observation ومن observation نبين نعرف شون هو ال input هل يتخش في estimation theory بعض الأحيان عندي observation وعند ال input ولكن نبين نعرف السystem هذا اللي في النص estimation theory فهذه كل نظريات تدخل فيها probability والإحصاء بشكل كبير جدا تمام نشوف هذا المودي مثل طبعا زيما أشار قد يكون analytical وقد statistical وقد يكون black box model مثل neural network والAI والartificial intelligence طبعا مش حكونا من مواضعنا في هذا الكورس ولكن في طرق كثيرة جدا للمodel فبشكل عام ممكن نقوله إن المodel هو عبارة عن deterministic تمام وهو known part وعندنا stochastic اللي هو unknown part أغلب شغل في السابق أو شغلنا في الهندزة الكهربائية بشكل عام دائما الجزء هذا نهمله فيه ونشتغله فقط على هذا الجزء نعتبره في deterministic يعني نحطه في ألفا بواحد تمام وهذا طبعا دائما نعطينا نتائج يعني محددة في مجال معين هذه قد تكون accepted في مجال معين ولكن مش دائما يعني بعض الأحيان ما نستطيعش انحل هذه مسألة أو الأخذ باعتباط فقط deterministic part نعطيك مثال بسيط جدا جدا وممكن نقبله فيك اليوم إنما في منظومات ما عندهاش أصلا deterministic model يعني ألفا تسوي سفر ما عندهاش إلا stochastic model اللي هي زي شنو اللي هي مثلا لو كان طلبت منك معادلة تعطيني عدد السيارات اللي واقفة على جزيرة السلماني تمام في ساعة معينة نبي عدد السيارات كم متقدش تعطيها كمعادلة ما فيش معادلة رياضية ليش لأن يعتمد على الاريو ويعتمد على الساعة في النهار ويعتمد على إذا كان في عطلة ونفيش عطلة يعتمد على الجو نفسه هو مطر وإلا مثلا ريح وإلا قبلي وإلا يعتمد على أشياء كثيرة جدا وبالتالي لا يوجد عندنا deterministic model يعطينا بدقة كافية عدد السيارات فإنت هالنش هتبني هتبني stochastic model ما عندك إلا stochastic model تحتفل مثلا الarrival rate ونقوله يتبع بوصون distribution هنشفوه هذين إن شاء الله في الكورس بالتفصيل وعندنا بعدين الويدر كذا كذا تأثير الويدر كذا وبالتالي هنطلع stochastic model stochastic model هذا رقم نطلع منه average هنقول لك راه متوسط عدد السيارات اللي هيكون في الترافيق المعين أو في السيمافر المعين أو في جهاز الدوران الفلانية هيكون عدد السيارات في الساعة 12 من يوم كذا في المتوسط هيكون 40 سيارة واقفة ليش كيف نطلع في 40 سيارة هنضع عبارة عن متوسط طلع من stochastic model لكن لا يوجد عندنا stochastic model نبني به بعض النماذج بالتالي تعتمد على الدراسة التي تقدر فيها أنت تقدر تعرف هل تستخدم stochastic أو تستخدم stochastic فقط أو تستخدم hybrid من هن الثنين طبعا المثال التي قلنا هو فلو كان نأخذ مثال آخر مشهور جدا عندنا نحن في جمعة تلك الإنجينيري اللي هو العلاقة بين voltage وال current فالعلاقة طبعا بيست على observation كما قلنا يعني هذه ثيوري بيست على observation إن وجده إن كلما تضاعف voltage كلما تضاعف current وب mail هذا هو يسمي ب المقاومة المقاومة الموجودة يعني هذه المقاومة الموجودة هنا R وهذا current وهنا voltage V فكلما ضاعف voltage كلما تضاعف التيار كمام هذه العلاقة تعتبر علاقة يعني مبسطة جدا هي linear equation ولكن determine السكل العلاقة هل هي دقيقة طبعا هي بعيدة جدا عن دقة هذه المعادلة لم نستعمل فيها في قنون أوم أول حاجة تعلمناها في الكلية ولكن ولكن لما جدنا للحقيقة جدنا للرياليتي وجدنا أن هذه العلاقة صحيحة إذا كانك تشتغل بـ DC تشتغل مثلا أو بتردد منخفض جدا وتأخذ يعني وتبقي قيم تقريبية تبقي قيم تقريبية يعني مثلا المقاومة تسوي 10 أوم والتيار 1 أمبير الفولتج هيكون 10 فولت حقيقة هو مش 10 فولت بتقولي والله هو 10 من 9.5 إلى 10.5 يعني القيم التقريبية ماشية عندي فهتمشي المعادلة يعني المعادلة هتعتبر صحيحة إذا كان الدقة غير مطلوبة المعادلة لكن تخيلوا عندك مقاومة تستخدم في الموبايل الفون اللي فيجيبك الآن يعني هيستخدم في مقاومة قريبة من الأنتين وتشتغل عند تردد 3 جيجا هيرت المقاومة الصغيرة هذه هتجد هي عبارة حقيقة عبارة عن ملف عبارة عن مقاومة وعبارة عن كابستنس يعني القصة والمقاومة أصلا نالينيا المقاومة نالينيا تعتمد على التردد القصة معقدة جدا يعني المقاومة هذه هي عبارة عن اندكتر عبارة عن كابستر عبارة عن مقاومة متغيرة بشكل غير خطي يعتمد على التردد يعني قصة طويلة عريض المقاومة هذه لما تخش في مجال آخر فإذا المقاومة هي المعادلة القانون أوم هذا عبارة عن تقريب فقط تقريب يدخل حقيقة حتى في الهوموجينيس في التركيب الذري للمقاومة نفسها المقاومة مركبة مثلا من مادة معينة المادة هذه تركيبها الذري في الداخل وطريقة توزيع الذرات يتحكم في قيمة المقاومة وفيه انسيابية الالكترونات في داخل المقاومة فالعلاقة معاقدة جدا وبالتالي هذه لابد نضيفه عليها شنو نضيفه عليها دلتة وحقيقة دلتة هذه الأنسترنتي تحتمد كذلك ليست دلتة فقط هي تحتمد على قيم أخرى وبالتالي نشوفه هنا نشوفه القيمة اللي هي الأفضل يقول لك الفولتج هو عبارة عن دالة في شنو وعبارة عن دالة في المقاومة ودالة في التيار ودالة في التمبرتشار ودالة في الهوميدي ودالة في أشياء كثيرة جدا هذا كله طبعاً حيطلع عندك معادلة معقدة هذا كله وفي عندنا مازال أنسر تنتي فهذه لابد تكون وعفة فالأنسر تنتي حقيقة الوبرابلتي ثيوري راهي موضوع موضوع مهم جداً جداً يعني ولابد وحقيقة واحدة من أهدافي في الكورس هذا أنه لما نطلع من الكورس نطلع بالتفكير يعني لابد أن تفكر دائماً نظرتك للأمور تتغير نظرتك للحسابات تتغير نظرتك مثلاً يعني لو كان عندنا هنا معنا حد من جماعة البوار هتبدأ حتى نظرتها في البلاك آوت أمتى ممكن يحدث كيف ممكن ننظر البلاك آوت في السابق ونبدي منه الموضوع الجديد نطلع مننا البلاك آوت مثلاً إلى آخره نعطيك بمثال آخر طيب زي ما قلت لك محاضرة اليوم محاضرة يعني تعريفية بس للتوبك ومش حيكون عندنا أي دخول في الديتيلز ولكن نبون كما تقول ندير التتش أو نلمس الموضوع من جوانب متعددة لو قلنا مثلاً أنت عندك فلوس وتبدير إنفستمت إنفستمت يعني أنت بتدير استثمار للفلوس في مجال معين عرفت والمجال هذا اللي أنت تستثمر فيه مثلاً تجارة خطيت مثلاً خمسين ألف دينار فتحت محل صغير مثلاً في واحدة من المولز وإنت تتوقع أن الفلوس الكثير سيزداد مع الزمن في مقدار ألفا يعني كلما كلما أنت وضعت فلوسك في نسبة من الفلوس هذين عشرة في المية كل يوم ستزداد أو واحد في المية من فلوسك لإنفستمت سيزداداً بشكل يومي أو حتى واحد في الألف المهم عندنا دائماً زيادة يومية للإنفستمت بتاعك وجيت أنت حلية المعادلة هذه هذه معادلة الإنفستمت هيطلع عندك معادلة بهالشكل هذا المعادلة هذه هي نتيجة حل معادلة تفاضلية من درجة الأولى هيعطيك ألفا T المزيرو هذا الإنفستمت بتاعك لما تتساوي سفر هيك تساوي مزيرو فأنت مثلا بدأت بخمسين ألف جنيه على حسب الألف هيوريك أنت كم هيكون دخلك كم حتكون فلوسك بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد خمسة فالمعادلة هذه يدلك في بريدكشن الحاجة في المستقبل تمام ولكن كما قلنا سابقاً المستقبل في وبالتالي المعادلة هذه حقيقة يعني كمودل ضعيف جداً جداً صحيح ما يعطوا فيها في كتابات differential equation حتى يلقاها موجودة ولكن في الحقيقة ما فيش حال يستعمل فيها ليش ما فيش حال يستعمل فيها لأن في الحقيقة نحن عندنا uncertainty تزواجة في الحياة يعني مثلاً مرات يعني هذه الألفة ما هيش تابتة الألفة هذه ما تقعد مرات أنت بفتاح بسبوع بتفتاح مقابلك محل ثاني يبيع في نفسه بضاحتك أنت بتضبط وحصلها بأسعار أرخص وبالتالي انت حت تخسر مش حتكسب يعني أو فنحن شن نديره في الحالة هذه الألفة مش حنخلوها ألفة هنزيده عليها شنو uncertainty هذه أصبحت شنو رقم عشوائي هذا عبارة عشوائية هذا stochastic process تمام كيف نحلو الآن differential equation في وجود stochastic process هذه قصة بروحها طبعا يعني هذه سوفية stochastic differential equations stochastic differential equations لا أعتقد أنها من المواضيع اللي اللي حت تغطى في هذا الكورس ولكن لو مستقبل إن شاء الله خذينا كورس أكثر يعني يعني الكورس الثاني ممكن يكون في الكالمن فلتر ويكون في stochastic stochastic differential equations ممكن حنتعرض ذولها بشكل منوع من الدقة ويسمو فيها هنا يعني حتى القوانين الانتجريش السابقة السهل هنا حيقل عنا قوانين جديدة يسمو فيها into integral مثلا إلى آخره يعني كلها يعني ما هيش معقدة ولكن شيء مختلف تماما في الرياضيات تمام الموضوع مش سهل الموضوع مش سهل الموضوع هذا يعني طبعا ليش الموضوع هذا مهم جدا 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 جماعة وتمدفع مليارات عليه مليارات دفعت عليه على الأبحاث في هذا الموضوع لأنها علاقة بالبزنس شركات ضخمة طبعا تبديل investment تبدي تحسب هل هي تكسب ولا حتخسر شركات خشن للسوق بعشرات المليارات تمام وبالتالي النماذج هذين وحل النماذج هذين باستخدامه يسمى إلى آخره في ناس يعني أخذوا فيها جوائز عالمية كبيرة جدا ونسبة عروفين في العالم يعني يعني في من حتى وصل إجازة نوبل مع أن نوبل لا تعطى فرياضيات ولكن تعطى في البزنس ولكن ببناء مثل هذه النماذج وصلوا إلى حتى جوائز نوبل لأن موضوع يعني كبير جدا هذه أبل مثلا أسعار الشيرز بتاعها مثلا قبل عشر سنوات شوف وين كانت مثلا قبل خمس سنوات قبل ست أشهر قبل أسبوع تمام فتشوف هنا مثلا اليوم هذا مين كانت سعر فالتغير هذا تغير يسمى فيه تايم سيريز هذا تغير عشوائي هذي ستكاستك براسس تمام فهل هل أنت حتستثمر فيها أو إلا لا هذي من الموضيع المهمة جدا وهذه يسمى بالتايم سيريز التايم سيريز ممكن تغطي أشياء كثيرة جدا الويدر مجرمت تايم سيريز الستوك ماركت الويدر رسيفت سيجنل في تايم سيريز تايم سيريز الويدر 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 هي مثلا إشارة القلب إشارة الدماغ إلى آخر تعتبر تايم سيريز كلها عشوائيات كلها إشارة عشوائية وتغيرة في الزمن الويدر الويدر من البور بلانت كلنا نعرف هنا هي 50 هرت لكن حقيقة هي عمرها ما كانت 50 ميتة هي 50 بلس ماينس والديفعيش يدل لك على التشويه في الصين ويف وهذا قد يدل على صحة الشبكة وهل الشبكة قريبة هل فيها مشاكل وإلا لا تمام فالفايبريش السيجنل من الديزل الويدر 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 هي إشارات التي تأتي من الفضاء إلى آخره يعني أشياء كثيرة جدا تكون الويدر ممكن تكون ممكن تكون الويدر الويدر إلى آخره وآخر شيء نعطوه اليوم يعني الآن وبعدين هنأخذ إن شاء الله راحة اللي هي أنواع السيجنل اللي عندنا قد تكون deterministic signal وراندم سيجنل يعني هذه نشوف فيها هنا هي عبارة عن deterministic signal نشوف فيها هنا شين هي deterministic signal هي signal أو إشارة نظرية تستطيع أنك أنت تتنبأ بقيمتها عند أي زمن سوى في الماضي أو في المستقبل يعني لما نعطيك signal ونقول لك signal هذه حتى معقدة معقدة شوية مثلا نقول لك إن x t مثلا نقول لك تساوي مثلا e minus t في cosine 2 في by مثلا في t تمام ونقول لك كم قيمة هذه السيجنل عند زمن بعد عشر ساعات ما كم حتكون signal بكل بصر تعوض عن t بالعشر ساعات وتقول لي signal ستكون كذا تمام هذه سوفها deterministic signal هذه signal نصري أن نعرف مكانها أو قيمتها في أي لحظة زمنية وهذه طبعا في الغال تكون ثيرتك signal يعني حاجة نظرية تمام وعندنا random signal random signal هي لا تستطيع أن تعرف قيمتها بالربط في future ممكن تقول قيمتها في future ستكون ما بين كذا وما بين كذا ولكن مستحيل يعني مثلا لو كان نسأك سؤال ونقول لك load gease الموجود الآن 220 فولت اللي عندنا هذين في الكهرباء الموجودة هنا لأن تغذي مثلا في ال power point أو في البروجيكتور يعني لو عندك فولت ميتر دقيق جدا طبعا زي ما قلنا نحن ما فيش حجمية في المية لكن نقول فولت ميتر يعطيك ونقول لك الفولتج شو الاحتمال أنك تلقى الفولتج بتاع السوكت يساوي exactly 220 point zero مثلا الاحتمالية مش هتكون مية في المية ليش لأن الفولتج قد يكون أكبر قد يكون أقل إذا كان دق أربع أرقام إذا كان دق أربع أرقام أنك تاخذ الاحتمالية هذه 220 point zero 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 الاحتمالية هذه لا تتجاوز واحد على 10,000 كرقم تقريبي الاحتمالية هذه إذن كم القيمة اللي حتكون لو كان عندك ديجيتال لو فرضنا في ديجيتال فولتج متر الدقة بتاع infinity يعني أي قيمة يعطيها لك إلى غاية infinity zero ما احتمال تحصل 2220 ميتة بالظبط يعني 220 نقطة بعدها infinity zero الاحتمالية تساوي zero الاحتمالية أنك تحصل قيمة واحدة تساوي zero تمام ليش لأن معنا القيمة معروفة هي 220 اللي هو الرم s بتاعها ولكن هي plus minus زائما في عندنا الدلتا وبالتاني عندنا دائما نجلو estimation ولكن طبعا مش كل signal تقريب estimation يعني لو كان عندنا مثلا uncorrelated وحنعرف وبعدين شو معنا كلمة uncorrelated signal الun uncorrelated signal هي signal اللي مهما عرفت من ماضيها لا تستطيع أن تتنبأ بمستقبلها مثل thermal noise لا تستطيع مهما جمعت معلومات لا تستطيع أن تتنبأ بمستقبل هذه signal تمام فبالتالي لو كان عندي مثلا thermal noise الـ عدد بتاعها يصوي 0 وانت قلت ركور دي 100 سنة في السابق من thermal noise وقلت لك كم ستكون signal بعد ثانية ستقول 0 لأن المتوسط هو أفضل ما يعبر عن هذه signal مهما دلت ركوردي مش هتقدر تعبر عنها في المستقبل طبعا هذه أشياء دقيقة شوية وحنجوها إن شاء الله خلال هذا الكورس بإذن الله تعالي كذلك عندنا أنواع signal مثلا يقول period و non-periodic هي signal تكرر نفسها بعد ما يسمى time period أو زمن الدوري و non-periodic signal هي signal التي لا تكرر نفسها مثل exponential signal في عندنا مثلا يقول لك continuous signal هي متواصلة مع الزمن والdiscrete signal هي متقطعة مع الزمن ومعرفة عند أزمان معينة عندنا كذلك ما يسمى بالpower signal والenergy signal power signal هي signal الانيرجي بتاعها ما لنهاية مثل الperiodic signal الperiodic signal أصلا متكررة هي أحسب الانيرجي شو هي الانيرجي الانيرجي هي الpower في الزمن هي لا متناهية فالpower لما تضبط في الزمن لا نهاية ترقق ما لا نهاية فالانيرجي فيها ما لا نهاية لأن الزمن غير منتهي فيها أما الانيرجي signal هي signal حتى لو كنت تخذها الزمن ما لا نهاية فهي تتناقص كيف ما تتشوف وبالتالي الانيرجي عندها قيمة الانيرجي بتاع signal عندها تسمى بالانيرجي signal والثانية تسمى بالpower signal تسمى بالpower signal لأننا نحن ناخذ في المتوسط الانيرجي على one period time هم على زمن محدد هكذا إن شاء الله نكون مقدمة الموضوع نكون مشينا فيه بشكل سريع جدا منش عارف لو تحبوا تاخذوا break عشر دقائق ربع ساعة وبعد break نفتحوا المجال لأسئلة يعني لكل منكم أسئلة عن موضوع أفكار معينة هنخلوها discussion لأن هذه مادة دراسات عليا فمادة دراسات العليا يفرض أن لا تكون مادة تلقينية يعني تبشي من الأستاذ للطالب ولكن مفتلك في interaction ما بين طالب والأستاذ تبادل الأفكار أسئلة أي شي يخطر عليه ذهنك ممكن تطرح في السؤال والقاعدة القاعدة اللي عندنا لا يوجد سؤال غبي ما فيش أي سؤال يعني واحد لما يقول لك ليش واحد زي واحد سوي اثنين هذا سؤال في من أعقد الأسئلة الإجابة عليه وتدخل فيه فلسفة وتدخل فيه دباش واجد بك فما فيش سؤال اسم stupid question قد تكون في إجابة غبية قد تكون ولكن مش كل إجابة غبية يعني قد تكون إجابة تأخذ الإجابة من أنجل مش خاطرة على الواحد أو أنجل بعيدة ولكن لا توجد شي خذها قاعدة لا يوجد سؤال غبي ولا توجد إجابة غبية فأي سؤال جي في بالك ممكن تسأل بكل أريحية ونحن هنا بيش نتعلم وكل نايل تمام فإن شاء الله شرايكم نأخذ بريك والله شنو برنامش كمين شكرا إن شاء الله خلاص نأخذ بريك إن شاء الله 15 دقيقة ونرجع بإذن الله شكرا شكرا حتى نأخذ فجان قهوة السلام عليكم تسأل سأل شكرا مجبريات مجبريات فطور شكرا نش Rugged مجبريات نجبريات وشغل نشف لنتقل مع مت NGOs نجبريات اشتركوا في القناة بس قبل ما موصلت بس في من مزايا الزوم لما يكون معاك الحاسوب إن شاء الله الأسبوع القادم فيه Q&A Questions and Answers حتلقاها موجودة في صفحة الزوم يكون عندك أي سؤال ممكن تدرك question وتسأل وبعدين تطلع لي بعدين قائمة الأسئلة كلها وممكن نجاوب عليها سؤال بسؤال وبالتالي السؤال بتاعك ممكن يكون private يعني مش هيبان للطلب لو حابب تسأل سؤال وبدون ما يعرف من هو سأل السؤال فهذه الفيتشار موجودة في الزوم تقام Q&A تقام موجودة فوق في اللست الآن إن شاء الله نبدو جزئية البربلتية سنبدو في بعض المفاهيم الأساسية جدا في نظرية احتمالات واللي كي نحافظ على كم مناسب من المعلومات يعني كم إن شاء الله أسبوع القادم ولكن الآن فقط نعطوه زي الافتتاحية لنظرية لاحتمالات زي ما أشارنا سابقا نورية احتمالات هي الطريقة أو الرياضيات التي وضعت من أجل عمل quantification أو أرقم أو رقمنا للuncertainty لما نقول uncertainty الكلمة يعني عامة uncertainty عدم يقين لكن عدم يقين هذا نضعوه رقم فالرقم هذا يدل على احتمالية حدوث أو عدم حدوث الشيء ولهذا هذا الbranch في الرياضيات يختلف على deterministic branch اللي ندرسه سابق مثل نظرية التكامل نظرية التفاضل نظرية optimization يعني كل ما عرفناه اللينية الجبرة حل معادلات التفاضلية أو معادلات الخطية هذا جانب كلها deterministic الآن جانب في الرياضيات نضع الرياضيات خاصة لقياس مقدار uncertainty لقياس مقدار عدم اليقين ونضع مجر له طبعا موضوع نظرية احتمالات بدأ في الأساس التاع ما يسمى بالمجر theory نظرية القياس وتم تعريف اشياء معاية طبعا مش هدخله في التفاصيل الرياضية زي البر field وكيف تعرف ال fields التي تطبق عليها الرياضيات الى احتمالات إلى آخره الموضوع قد يكون معقد ومش محتاجين لأصلا بل نحن محتاجين بس نفهم الأساسيات التي بنت عليها نظرية احتمالات طبعا احتمال تم تعريف تعريف رياضي أن السفر يعني الاستحالة والواحد تعني الحتمية يعني zero minus impossible and one minus هي deterministic هي الحتمية الحدوث الشيء تمام فالآن هذا العالم من احتمالات هو من السفر إلى الواحد يعني كل شيء حولنا من السفر يعني مستحيل يصير أو الواحد هو حتمي الحدوث فالنظرية زي ما أشرنا سابقا أو الاحتمالات أو تقع ضمن نوعين أساسيين النوع الأول اللي هو يقول لك random by nature هي the process that cannot be modeled as a deterministic process regardless of how much information we have طبعا الموضوع هذا موضوع debatable يعني زي ما يقال أو موضوع يعني في عليه حديث كثير جدا بالعلماء فالكوانتوم ميكانيكس مثلا نحن يقولوا أن عشوائية وجود الضرة مثلا في مدار معين هي عشوائية ليست نتيجة لقلة معلومات عندنا بل هي عشوائية في ذاتها لأننا عندنا نوعين من عشوائية نحن عشوائية لها نتيجة نقص المعلومات يعني مثلا لو كان نقول لك بكرة شي بيصير مثلا الساعة كذا في الوقت كذا بس بل هذه حتكون انسلتيني لكن انسلتيني ليش لأننا مش عارفين بس لو كان جبت لك كيس صندوق مغلق أسود وفيه كور بيضاء وحمراء مثلا وانت مع عمرك شفتها من جو وعندكش أي معلومة وقلت لك كم عادة كور الحمراء والبيضاء في هذه الكيس والكيس مغلق فطبعا تقول لي مش عارف لأن حتبدأ تدير في سبعة خمسة ثلاثة إذا كان في عندك معلومة سابقة مثلا ممكن تستعملها إلى آخره ولكن ليش مش عارف لأنها نقص معلومة يعني لأنك ما عندكش معلومة أول ما تفتح الكيس وتشوف أصبحت أصبحت 18 يعني بعد ما تشوف الكيس ترقى في أربع كور بيضاء وتذكور حمراء خلاص ما عاش أصبحت عشوائية أصبحت الآن 18 أصبحت حتمية فهذا نتيجة نقص المعلومات نتيجة نقص المعلومات لما نقول لك لما ترمي الكوين اللي العملة النقدية تطلع راس ولا هد و هل طبعا هذه فيها عشوائية لكن ليش عشوائية عشوائية نتيجة نقص المعلومات بمعنى لو كان عندي لحظة شوفوا الwhite board شكرا 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 فالآن مثلا لو أنا عندي كوين شكرا وعندي كوين عندها هيد وعندها تيل وقمنا برمي هذه الكوين فأنت تبقى تقول أنها هيد أو تيل يعني راس أو ذيل طبعا في البداية عندنا لها uncertainty ما لا شعرفين كيف حتكون شل سبب uncertainty هنا سبب uncertainty هو نقص المعلومات وليست العملية في حد ذاتها عشوائية بمعنى لو أني عرفت القوة اللي حنرمي بها الكوين هذه هي الفورس اللي رميت بها الكوين تمام وعرفت وزن الكوين وعرفت مقدار الصلابة للأرضية اللي حتسقط عليها الكوين تمام وعرفت كذلك مثلا الضغط الجوي والريح إلى آخره كل المعلومات اللي عرفتها وقدرت نبني معادلة بحيث تكون فيها القوة وتكون فيها الوزن وتكون فيها صلابة أو صلادة الأرضية وتكون فيها مثلا مثلا في البداية هل هي كانت هيد أو تيل اللي هو الصايد زيرو تمام أي نوحدة كان إلى أعلى تمام إلى آخره جميع المعلومات اللي نحتجتها حتى نبني معادلة رياضية نطلع منها هل حتسقط العملة هذي هل حتسقط لها تكون هيد وإلا تكون تيل تمام ففي الحالة هذي هولتها من نظرية من شيء عشوائي إلى شيء هل في إمكانية بناء مثل هذه المعادلة نعم يعني لو جبنا شخص مثلا ممكن يدرس هذه المعادلة والزاوية مثلا الأنجل اللي يرمي بها الكوين إلى آخره من الأشياء اللي يحتاجها قد تكون معادلة معقدة ولكن معادلة ممكن إنجازها هل حتكون 100% طبعا استيل 100% زيما قلت لكم دائما لا مفيش حاجة 100% لكن ممكن تكون دقتها بنسبة 99.99% أو 39% بمعنى كل 10 ألف محاولة هتطلح صح يعني وحدة بس تطلع غلط من 10 ألف محاولة وبالتالي هنقوله إن المعادلة هذه بدل ما كانت random process أصبحت شنو أصبحت deterministic إذن شنو كان سبب الrandomness فيها كان سبب الrandomness فيها هو نقص العلومات إن هي ما هيش عشوائية في ذاتها هي ما هيش عشوائية في ذاتها فهذي شيء مهم جدا لازم دائما نتذكره تمام فاللي صار أنه حدث debate وتذكر جملة مشهورة لإنشتاين لما قال إن الله لا يلعب النارد لما جماعة quantum mechanics قالوا إن العشوائية الموجودة في الظرة في quantum mechanics هي عشوائية باينيتشر طبيعتها عشوائية مش نتيجة نقص معلومات مش مثل نحن مش عارفين معادلات الرياضية اللي عن طريق هنطلعوا حركة الإلكترون بالضبط وينقعت في كل لحظة قالوا مستحيل لعدى موجود أي معادلة من هذا النوع مش نحن مش عارفين يعني قالوا ولو بعد ألف سنة لن توجد هذه المعادلة هذه المعادلة غير موجودة في ذاتها لأن كل حركة هي حركة عشوائية وطبعا إنشتاين مات هو رافض هذه النظرية مات هو يعتقد بأن المعادلات العشوائية اللي هم وضعوها في وصف بكان الإلكترون نتيجة نقص معلوماتنا وإنها هيأتي يوم من الأيام ويطلعوا المعادلة الرياضية اللي تصف حركة الإلكترون بالضبط وينقاعد لكن نحن مش عارفينها كيف مثل فكرة الكوين لما تعزق الكوين ترمي الكوين it can be head 50% 10 50% وبالتالي نتيجة نقص معلومات لكن لو كان عندنا كل معلومات هنعرف بالضبط مع الشي 50% هنقدر نقول لك حتى لو مش بتاش 100% هنقول لك 90% حتكون head و10% حتكون لو كان عندك المعلومات فهنا صارت الـ debate الكبير في هذا الموضوع طبعاً نحن كمسلمين وين الإجابة بتاعنا كمسلمين أو على أقل نظرة الشخصية أن هي فعلاً عشوائية ولكن عشوائية ليست لنقص معلومات نحن ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم كل إلكترون وين هيكون وفي كل لحظة زمنية وين موجود والمعادلة الرياضية التي وجدت لمعرفة أو قياس كل شيء حولنا هي معادلات سمحنا بها الله سبحانه وتعالى لأن الله هو ليعطاني هذه القدرة ووضع فيها هذه المعادلات اللي نستطيع أن نستعملها في قياس مثلاً حركة القمر حركة الشامس حركة الكواكب كل هذه الأشياء وضعها الله سبحانه وتعالى وضع لها باترن أو وضع لها أنماط تتبع حسابات معينة والله أشار لها في القرآن سبحانه وتعالى لما قال أن الله علمنا الحساب وهو اللي علمنا سبحانه وتعالى الحسابات بحركة النجوم وحركة القمر إلى آخره وبالتالي هذه الرياضيات اللي موجودة عندنا في فهم ما هو حولنا هي من عند الله سبحانه وتعالى ولكن هذه حركة الإلكترون في مجال معين أنا أعتقد بصحة كلام اللي هم جمعة الكوانتوم ميكانيكس بأن لن يصل يوم نعرف فيه المعادلة اللي هي تمثل الحركة بالضبط لأن الله سبحانه وتعالى لم يضع لنا المعادلة لمعرفتها ولكن هي تمر بمعرفة الله وبحركة الله أو عفوا بعلم الله سبحانه وتعالى ولم يوجد عشوائية في الكون الكون ليس فيه عشوائية كل شيء بقدر تمام فهذه نحن المقتنعين بها ولكن عدم قدرتنا على رصدها ليس بسبب أن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله يلعب النظر كما قال إنشتاين ولكن لأن الله سبحانه وتعالى لم يعطنا هذه المعرفة واختص بها بنفسنا إنسان مش كل شيء عنده فيه معرفة تامة وما أتيتم العلم إلا قليلا الآن طبعا هذه فكرة الكوين الآن نظرية أو foundation أو الأساس المبنية عليه نظرية الاحتمالات كلها ما هو الأساس اللي بنيت عليه نظرية الاحتمالات الأساس اللي بنيت عليه نظرية الاحتمالات يعتمد على ثلاثة axioms axioms هي البديهيات شين هي البديهية هو الـ proposition أو الافتراض الذي غير قابل للإثبات أو عدم الإثبات يعني إنت نجب تبدأ from somewhere you have to start from somewhere always يعني لما تبدأ حاجة معينة تبتبدأ بشيء معين الخصوص لما تضع foundation أو تضع أسس لأساس رياضي كامل كل أساس كل مجال فرياضيات عند أساس دائما هذا الأساس يجب أن يحتوي على بعض axioms بعض البديهيات اللي غير مطالب أنت بإثباتها تمام لازم تبدأ من شيء معين فاحتنا ضي الاحتمالات بدأت بثلاثة بثلاث بديهيات شن هي البديهيات زي ما قلنا سابقا أن الاحتمال يكون بين 0 وال1 يعني ما تجيك واحد يقول لا والله نبي الاحتمال نبي ندير احتمال impossible يكون نقص واحد واحتمال الأساس يكون واحد ممكن ولكن اللي وضع علم الرياضية العلم probability أو branch بتاع probability وضع البديهية الأولى وهي أن احتمال كل شيء أو كل event أو كل حدث ممكن أن يحدث هو يكون أكبر من أو يساوي الصفر يعني يساوي الصفر معناها impossible حدوث ولكن يمكن يساوي 0.1 0.2 وبعدين قالوا probability of omega شين هي omega هي عبارة عن sample space أو فراغ العينة وال sample الاحتمالية فراغ العينة يساوي 1 هذه البديهية الثانية ونحن شرح أنتوش الله بالتفصيل البديهية الثالثة هي أن احتمال حدوث two events A و B ويكون غير يعني متداخلات تمام أو يكون يعني ما فيش بينتهم dependency الاحتمالية هذه حدوث A أو B يساوي احتمالية A زايد احتمالية B طبعا ممكن اللي مش دارس probability من قبل ممكن الأمور بدأت تعقد شوية لكن هنحاول نشحوه بشكل مبسط إن شاء الله يعني لو بدينا هنا مثلا مفيش داعي نمشي للwhite board ممكن ندير على نفس السلايد لو فرضنا هندير jump سريع لتطبيق بسيط إنك أنت عندك two coins مش وحدة عندك two coins ورميت مع بعضها فهنا شو المفروض يكون لما ينزل على على table وبهاتت أو رأيت نظرت إلى النتيجة فرحنا الآن التجربة هذه بخصوص الhead والtail والرأس ذي فشن هو فراغ العين اللي حكون عندنا هنا فراغ العين اللي هو الاميغا في الحال هذي شو حيكون حيكون عندي يا أما ينزل عندك head وhead ويا أما هينزل عندك head وtail ويا أما حتكون الأولى tail والثانية head ويا أما حيكون الاثنين two coins نزل الاثنين كتيل يعني ينزل عندك يعني رأس رأس أو ذيل أو فيما بينهما هذي شو نسمى الأوميغا هذي هذي يسمى فراغ العين شو هو فراغ العين معناها فراغ العين هي النتيجة اللي تحتوي كل ركز معي كل مخارج التجربة يعني معزقنا two coins شم بيطلع عندنا بيطلع عندنا يهد هد يهد tail يهد هذي في حاجة أخرى ما فيش هل ممكن تنزل مثلا طرف شوكولادة مستحيل عرض فمعندناش حاجة ثانية التجربة هذه عزق two coins سيطلع عندنا فقط هذي الأرض إذن فراغ العين أوميغا هو الفئة التي تحتوي على كل مخارج التجربة كلها تمام شنو هو ال-A هو أي فئة جزئية من هذا الحدث بمعنى يعني لو قلت لك أنا نعرف ال-A شنو عرف ال-A نقوله إن the first the first coin landed landed head هذا event هذا اسمه حدث معين حدث من جزء من فراغ العينة يعني الحدث هو إن أول coin تنزل head وين هذين معنى ال-A عش تحتوي ال-A واضح إن في هذه الحالة إن ال-A ستحتوي على هذه لأن الأولى head شفت وهذه لأن الأولى head هتحتوي على two outcomes هي ال-head و-head و-head و-t إذن ال-A هو عبارة عن فئة جزئية من الأوميغا الأوميغا شن هي فراغ العينة sample space لو يحتوي على كل مخارج التجربة كلها ال-A هو عبارة عن فئة جزئية من هذا الفراغ العينة تمام لو جيت أنا عرفت قلت لك الآن مثلا شن ال-A جا واحد عرف ال-A قال ال-A هي عبارة عن شن ال-A هي عبارة عن phi شو معناها phi معناها ما أطلعش عندي شي يعني أنا عزا قلت two coins جيت للطاولة ما لقيت لنه شن اثنين ال-coins لقيت لراس لذين لقيت لhead لtail فالاحتمالية هذي شن تساوي تساوي سفر لأن هذي تساوي تساوي سفر لأن لازم يكون عندي head head tail 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 وبالتالي احتمالية phi هذي غير مقبولة لما نجري تجربة فمعناها لابد يكون عندها outcome تمام وبالتالي لما عزاك ال-coins سيطلع لي لازم سيكون two coins سيكون يما head يما tails تمام إذن احتمالية A يمكن تكون سفر زي ما لما جيت شفت الطاولة لقيت عليها mobile phone شل احتمالية تساوي سفر لأن هذه impossible انك تعزق طبعا ما نحكوش عليه هجمات الصحرين لكن نحكو بشكل عام انك لما ترزق two coins business two coins تمام وبالتالي احتمالية تساوي سفر لونك انت دخلت حاجة غير موجودة من ضمن غير موجودة من ضمن omega فهذا هو concept عرف هنجو بعدين لتعريك الاحتمالات نفسها لكن قبل ما نشو الاحتمالات هنحاول ان نحن نمش لأشياء ترتبت على هذا على هذه النظرية لأن الثلاثة هذينا الثلاثة هذينا البي اقبر من تساوي سفر والبي امي تساوي واحد والجمع الور هنا لما نقول ال 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 العلامة هذي ما تكون فوق معناها اتحاد a اتحاد b هي معناها or يعني a او b او او b or يعني عرف وبعدين تساوي احتمالية ال a زي احتمالية ال b بشارط ان ال a وال b غير disjointed بمعنى مش وال exclusive يعني حدوث ال a يمنع حدوث ال b هنجو بعدين للتفصيل ان شاء الله بناء على الثلاثة هذين طبعا تم خروج كثير من النظريات من النظري احتمالات اللي هي مثلا احتمال ان ال a مثلا ناقص a يساوي 1 ناقص بربيلت احتمال يقتل كم توا ال phi يساوي 0 احتمال a اتحاد ال b هي a or b لكن بدون شرطية المutual exclusive بدون شرطية disjoint هتساوي بربيلت of a زي بربيلت of b ناقص بربيلت of a and b هذه معنى and تقاطع معنى and تمام والبربيلت of a تقاطع b دائما اقل من او تساوي بربيلت of a اتحاد b وهي اقل من او تساوي بربيلت of a زي b هذين كل النظريات ان شاء الله هنمروا عليها خلال الكورس وحنشوف معانيها وحننلمسوها لمس يعني مش فقط حتكون مجرد يعني معادلات صمة ولكن هنستعملوها استعمال يعني خلال الكورس وحننفرموها بشكل عميق ان شاء الله فهنا نشوف مثلا اشكال fin diagram اللي هي تعطي التصور لهذه النظريات يعني مثلا هذه a اتحاد b عفوا تقاطع b شوفوا هذا بالاحمر هذا التقاطع التقاطع هو الاشياء المشاركة بين a و b هنا a اتحاد b هي or هي كل a مع كل b تمام وهذه a complement هو اي عنصر غير موجود في event a ولكن موجود في sample space او في فراغ العينة وبعدين وهذه a نقص b يعني اي element موجود في a وغير موجود في b فهذه سوف a نقص b قبل ما نمشي في التعريفات اخرى حنشغلوا من جديد ال white board ونحاولوا نضع ايدينا على بعض المفاهيم الاساسية في هذا الموضوع ننشي white board ونحاولوا نحاولوا ناخد example بسيط ونحاول نشرحه عليه اللي شفناه سابقا يعني فلو اخذنا example اللي هو بتاع two coins للتبسيط يعني فهنا عندي زي ما قلنا ان الاميغا ستساوي عندي head وهد head وت tail tail وهد وأخيرا tail and tail كما الآن فلنفرض أن عندي event a والevent a يساوي at least على الأقل one landed head يعني عرفنا event a شنو هو event a أن على الأقل واحد من coins يكون head واحد من هن مش من الأول ولا الثاني تمام إذن event a عليش يحتوي في الحالة هذه هيحتوي element الأول وال element الثاني وال element الثاني هيحتوي على هيحتوي على head هيحتوي على head و head و head و tail و tail و head هذا هو element element a هل نمحو هذين كما لو الآن قلنا إن الأوت كمس بتاع الثلاث بتاع التجربة هذه لأن نحن عزقنا two coins أن الأوت كمس equally likely شو معناها أنت بشكل blindly يعني بشكل أعمى رميت two coins ومعندكش أي تحييس لكيف يكون ينزل هن اثنين إذن احتمال أن يطلع كل واحد فيهن هو نفس الاحتمال كل واحد فيهن هو نفس الاحتمال كل واحد إن ينزل سيكون هو نفس الاحتمال تمام إذن شو نجل نحن نبدلي قلنا probability لو كان عندك أي two events يكون mutually exclusive or disjoint مجموح عرفت يساوي المجموح معنا إن احتمال إن head وهد كمان or head وتيل or tail وهد or tail and tail احتمال بتاع l-evet الأول or l-evet الثاني or l-evet الثالث or l-evet الرابع هذي عبارة عن شيني حقيقة هذي عبارة عن الأوميغا هذي عبارة عن الأوميغا ونحن عارفين نحن عارفين البروباليتي بتاع الأوميغا لازم واحد منه يصير لازم أي واحد في هذين هيحدث إذا الاحتمالية هذي تساوي واحد الاحتمالية هي شون تساوي تساوي واحد لأن لازم واحد منه يصير أنت عزاق two coins فيام ما حينزل عندك head or head or tail or tail or tail tail إذا احتمالية أي واحد فيهن يصير يساوي الواحد تمام لكن النظرية بروح هشين قالت المبدري النظرية اللي كتبناها في الثيور مز المبدري قالت إن هذين or هذين disjoint ليش disjoint لأن لو صار head to head مستحيل يصير head to tail في نفس الوقت يعني هذين اثنين ما فيش بينهم تقاطع كل وحدة إذن شو نقدر ندير نقدر هذي نقول نهاية تساوي probability of head وhead زايد probability of head وtail زايد probability of tail وhead زايد probability of tail وtail هذي مفروض تساوي شنو واحد ليش قسمتها بالطريقة هذي هذي وحدة من النظريات الثلاثة اللي حطيتم في البداية في أول سلايد ربعا سلايد هنبعث لكتور عليك مشاء الله أو ممكن نبعث كم كلك ما بعث كم وحتى تتبع السلايد فهنا ان احتمالية لأن هذي disjoint هذي هذي غير متداخلة بمعنى 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 حدوث أي واحد فيهن سيام من حدوث الأخريات إذن مجموحة يساوي probability بتاع omega هي تساوي الواحد تمام لو كان equally likely شو معنى equally likely equally likely معنى فرصة كل واحد فيهن نفس الأخريات فرصة كل واحد فيهن نفس ما فيش وحدة مفضلة عن التانية طبعا هنه أربع وحدات ومجموحة يساوي واحد إذن احتمال كل واحد فيهن يساوي ربع كل واحد فيهن يساوي شنو يساوي ربع يعني زيد ربع زيد ربع ربع ساوي الواحد تمام وبالتالي هنا قدرنا نجيب احتمالية كل واحد فيه تمام الآن نرجع إلى الـ event اللي أنا عرفت فيهن الـ event اللي عرفت هنا A قلنا شنو عرفنا A إنه على الأقل واحد منهن يجي إذن احتمالية هذي طبعا أي واحد فيهن هنا فيه ثلاثة وحدات هي الأولى والثانية والثالثة هتساوي ربع زايد ربع زايد ربع ويساوي ثلاثة على أربع تساوي خمسة وسبعين في المية إذا خمسة وسبعين في المية من التجارب لأنك تعويت التجربة هيطلع عندك الـ event A اللي هو عبارة عن at least one landed head على الأقل واحد منهن يكون يكون head تمام وبالتالي هنا تحتبر هذه البربائيليتي بتاع A هذا تسمى باللوجيكال interpretation أو بالتفكير المنطقي للاحتمالات يعني هنا خرينا للمصار للمصار للمنطقي تمام لو كان قلت لك ما هي مثلا A A مثلا تقاطع تقاطع الأوميغا شنه A تقاطع الأوميغا شنه معناها A تقاطع الأوميغا معناها شنه هي الـ element اللي موجودت في الأ وموجودت في الأوميغا هتكون هي نفسها الأي لأن الأي هي المتقاطعة مع الأوميغا تمام لو كان عرفنا عرفنا خلينا نعرفه واحد ثاني نعرفه هذه نعرفه another event B نعرفه إنه شنه إن event both both landed head عرفنا الآن event آخر الإفنت الثاني إن هن الاثنين يكونوا head معناها الـ B شنها تساوي هنا الـ B حقيقة تتعطي على element واحد هو head و head تمام الآن السؤال شن هي A A تقاطع B شنو هو A تقاطع B هو عبارة عن element المشتركة بين A و B نحن عرفين A A هو عبارة عن head و head و tail و tail و head إذن العنصر المشترك بينهم هو head و head إذن A تقاطع B هيكون عندنا element واحد اللي هو نفسه حقيقة هو نفسه B هو عبارة head ابتعل B طبعا إني منت واحد فيقيت هذا ونحن قلناك الواحد ربع فيصاوي واحد على واحد على أربع هذه بس يعني شيء سريع لكيفية الفئات يعني ممكن نعرف أوميغا يعني تساوي واحد نين ثلاثة ناقص خمسة وسفر مثلا هذه الأوميغا ونقل نعرف أن A تساوي مثلا واحد وناقص خمسة نقل نعرف أن B مثلا تساوي واحد واثنين وسفر تمام إذن A تقاطع B هو element المشتركة ما بين A والB شوفوا A والB شين element المشتركة عندنا الواحد بس مشترك كما تشوفوا إذن هتساوي الواحد ونقل نشوف A تقاطع اتحاد الB هو A or B هو جميع element اللي موجودات في A والB بس ما نكرره هاش يعني A والB عندنا الواحد موجودة بعدين عندك نحن قلنا هذي واحد وناقص وناقص خمسة فقط فهنا يقل عندنا الناقص خمسة وعندنا الاثنين وعندنا السفر معناها كل elements اللي موجودت في A والموجودت في B نجمع المبعاظ هي A اللي هي الاتحاد B أو A or B لو كان قلنا مثلا A ناقص B أو B ناقص A هذه كل من المس اللي ممكن نحن نطبقوها وحنأخذ أمفل آخر بعدين إن شاء الله تعالى هذه بس فكرة سريعة وحنجو المحارجية هتكون فيها أكثر أمفل إن شاء الله إذن السؤال الآن اللي هو كيف نحسب الوبرابيليتي في طريقتين أساسيات في حسب الوبرابيليتي الأولى تسمى باللوجيكال كونسبت نحن نحن شفناه ثوى اللوجيكال كونسبت شمعناها إنك جيل المسألة عندك تحط لها فرضيات معينة مثلا الفئة اللي درناها نحن تو الفئة هذه فيها أربعة ألمنت قد تكون فئة فيها عشرين ألمنت بعدين وضعنا فرضية بأن كلهم كيف بعضهم ومجموح يساوي واحد هنطلع احتمالية كل واحد وبالتالي هنجد الاحتمالية هذه طريقة الأولى الطريقة الثانية وهي طريقة ساخدمها واجد في الكورس اللي هو سمو فيها long run frequency طريقة التكرار الطويل أو التكرار المستمر طبعا هذه طريقة تختل تماما عن طريقة اللوجيكال كونسبت ما هو الفرق بينهم وين الميز كل واحد فيهم طبعا هذه المثال اللي قلنا هتوى هذا حتى قروف بالسلايد إن شاء الله بتاع اللوجيكال approach long run approach الفكرة بتاعة ببساطة هي كالتالي أنك أنت جيل تجربة المعينة هذه وتعيد التجربة مرات كثيرة تعيدها end times كيف هنشوفه هنا يعيد التجربة end times والإن تقول infinity طبعا ليس بالمعنى الاصطلاحي infinity ولكن نقصد بها عدد كبير من المرات تماما ونشوفه كم مرة صلاح عندنا event e يعني نحن الآن بنشوفه احتمالية حدوث event e كم مرة صار عندنا event e لو كان جينا لنفس التجربة لعزقة الكوين أو رمية الكوين وقلنا نحن الفتر عندك كوين واحد بس فالتجربة الناتج بتاعها هيكون يا أما head يا أما tail لو فرضنا أن equally likely فمعناها احتمالية الhead تساوي احتمالية التيل تساوي نص ليش لأنه مجموحا لازم يساوي واحد وبالتالي هذه حتعني أن احتمالية الhead يساوي احتمالية تيل ساوي نص وهذه هي الفضرية ما عنديش سبيل لمعرفة حقيقة احتمالية الhead أو uncertainty الموجودة في الhead تذكروا دائما أن لما يكون عندك two events أكبر uncertainty هي 0.5 يعني لو كان عندك two events رابع مش برور هدوثين على فكرين يعني هدوثين هذا بس التبسيط يعني مثلا تشري الموبايل أو ما تشري عندك الآن الموبايل الموجود عندك يتغير مشيت للسوق تفرض على الموبايل تشري هو إلا لا هذه two events outcome تمام وعندك uncertainty أنت عندك مبلغ تلوس هل هيكون كوي إلاك تشريه والله حرام فيه المبلغ خرام باه شركة هل تدير investment والله ما تدير investment وين ما في decision maker اللي هو صاحب قرار وهو قاعد يفكر بين أمرين فهذه تعتبرها كعين هدوثين ما هي أسوأ شي ما هو أسوأ شي لل decision maker ما هو أسوأ شي في digital communication لما وجدتك symbol 0 والله 1 أنت معرفت هش لي 1 وإلا 0 شني هي أسوأ حاجة أسوأ حاجة لما تكون probability أو risk يكون maximum لما تكون عندك احتمالية تسوي 0.5 معنى هذا أسوأ شي 0.5 أسوأ شي لأن لو كان أنت عندك ما عندك أي معلومة فأنت هتاخذ الcoin ترميها وتقول لك إطلعت head هناخذ هذه وإطلعت 3 هناخذ هذه لأن ما عندك أي معلومة أخرى إلا random selection تمام لو كان عندي معلومة مش هنستخدم الpoint بمعنى لو أنا عندك جاتك symbol في digital communication والsymbol هذا يأما 0 يأما 1 فجيت أنت نتيجة نريد احتمالات ونعط لprobability probability أنها تكون 1 فكانت عندك احتمال probability أنها تكون 1 symbol يقول 1 اطلع لك 0.9 90% 1 مش هتحتر واجد لأن uncertainty معنىها مش عالية uncertainty مش عالية uncertainty اللي عندك أنت 10% بس لكن أنت عندك 90% أن هي 1 وبالتالي طبيعي جدا أنك تأخذ أنها تقول symbol هذا 1 مش هتمشي لل 0 تمام لو أن كنت تبدأ investment ومدير شركة و decision maker كم سؤال مثلا في الكوز صح والله غلط والسؤال هذا أنت لما قريت ما فهمتش حتى السؤال شن يعني ففي الحال هتدير هتختار بشكل عشوائي هتقول نختار يعني زيب نقول زيب نحن صغر نقول هدي بن تختار أي حال فيه نياوان يا صح يا غلط وتختار ها عشوائيا بالكامل فهنا نقول هذه maximum uncertainty هي تكون 0.5 تمام نرجع لمثالنا اللي هو بتاع الكون وقلنا إن الشخص اللي يعزق في الكون أو يرمي في الكون وقد تنتج عنها تجربة معينة مثلا أو تنتج عنها يعني decision معين لكن الشخص هذا يرمي فيها بطريقة ما يخليش فيها 0.5 0.5 اللوجيكا الابروش مش هتمشي الابروش هتعطني دائما تقول لي إذا كان الاجوالي لايك لي حيكون 0.5 0.5 لكن جاء شخص معين وقعاد يتبع فراجل هذا اللي هو يرمي في الكون لفترة زمانية يتبع فيه هو ييئزك في الكون 100 مرة 100 مرة في الهيستوري بتاعه فوجد من المئة مرة 80 مرة كانت تطلع هد و20 مرة اطلع التين تمام فشمع معناها أن شخص هذا لما يرمي في الكون راه 80% 0.8 لبوروبيلتي أو هد معناها أصبحت أسهل أني أنا ممكن ندير أناليس بتاعي على مور رياليستيك أبروش إذن اللونغ راند تحتبر مور رياليستيك إيزير تو إمليمينت لأنها ما نحتاجش نعرف كل المعلومات لأن بصراحة مثلا يكون عندك 2 كوين 3 كوين 3 كوين عندي 8 كيس لو كان عندي مثلا ما يسمى بلوحة النرد هذي اللي هي فيها 6 أوجه كل وجه في نقطة مثلا فعندك 6 أوتكم تمام فهنا عندك 6 احتمالات من 1 إلى 6 وكل احتمال فين يقوم 6 لو كان عندك تعزك في 2 فعندك 6 و3 احتمال 1 1 1 2 1 3 1 6 2 1 6 6 36 36 30 احتمال إلى آخره فكل هذه التجارة تجارة بسيطة جدا لكن لما نمشي للرياليتي لما نمشي للحياة العملية ما عنديش الرفاهية هذه إنه عندي سامبل سبيس والقيام فيه محددة وهنا مش وليك سكلوسف وكل هن اكوالي لايكلي هذه قد تصل هنا تكون اكزامبل في مسألة أو في كتاب ولكن في الحياة العملية مش هتكون عندنا شيء هذا الحياة العملية فنحتاج إلى ما يسمى بالlong run frequency اللي هي نحسب عدد المرات المعادلة اللي طبقناها على عدد المرات اللي طلعت فيه الـ المطلوب وبالتالي نصل إلى تذكروا هذه عبارة عن وليس حقيقة لإحتمالية حدوث الـ أي أي إفنت أو إفنت أي أو أي إفاريال تمام هذا بعدين شرحنا الفرقات ما بينهم وخذينا حتى تجربة بسيطة هي تجربة خاصة ب يعني شيء احتمال أن يكون عندنا مثلا في مجتمع الليبي ما هي نسبة أو احتمال أن شخص عمره ما بين 20 و 30 سنة أنه يكون عنده مثلا مرض السكر يعني فطبعا هذي صعب أنك تديرها بالأوميغا اللي هي بالسامبل سبيس يعني سامبل سبيس ستطلع فيه كل واحد وتخش في معلومات كثيرة جدا خاصة بطريقة الأكل بطريقة المعيشة بالتركيب الجيني للشخص بالتركيب الوراثي إلاخ يعني معقدة جدا جدا وصعب أنك أنت تحصرها باستخدام اللي هي اللوجيكال أبروش لكن باستخدام اللونج ران أبروش سهلة جدا ممكن ناخذ راندوم سامبل سبيس أو ناخذ راندوم سامبل مثلا ألف شخص ألفين شخص ناخرهم شكل عشوائي عمارهم من عشرين إلى ثلاثين سنة نجري لهم التست نشوف كم نسبة لديهم سكر وبالتالي نقول لراهو المجتمع الليبي احتمالية لأن أشخاص من عشرين إلى ثلاثين سنة عندهم سكر تبلغ مثلا 0.1% أو 0.1 احتمالية تساوي 0.1 فبليتها من شنو بليتها من long run frequency ال 0.1 هل هي دقيقة طبعا مش دقيقة حتى تكون دقيقة 100% نحتاج ندير التست لستة مليون لبي لكننا خذيت راندوم يعني عينة عشوائية خذيتها من المجتمع الليبي وبليت منها وبالتالي هنعطيك احتمالية هي 0.1 هتكون plus minus and certainty value اللي هي دلتا ونقدر نبني عليها ما يسمى بالconfidence interval وهذي طبعا موضوع خاص بالstatistics ممكن نشوفوه لقدام ان شاء الله بعض الأمثلة البسيطة اللي هي مثلا هي tossing die die هي عبارة عن لوحة النر اللي في من 1 إلى 6 event e اللي هو مثلا يكون outcome يكون event number هذي الhead with tail فكرة البروبيلتي في الhead with tail هذي لو لنا كنت two buys فهنا هيطلع عندك 36 outcome في الاحتمال ان مجموحه يكون مثلا 9 تقدر تحسب العدد outcomes لعدد المجموح يصوي 9 لأنه 3 6 4 5 5 4 6 3 لو كان كلهم equally likely فكل واحد فيهن احتمالية بتاعها هتقد 1 على 36 وبالتالي نقدر نطلع احتمالية بتاع طبعا الاحتمال ممكن يكون continuous مش بالضرور يكون دائما discrete كما شفنا توا مثلا عمر الكمبيوتر قد يكون من صفر الى ما لنهاية طبعا ليش ما لنهاية لان ما عندناش الى الان عمر معين نقول الكمبيوتر اكيد سيعطل فيه 100% الى الان غير موجود يعني حتى اول الكمبيوتر تم انتاج بي سي بعض منه ما زال يشتغل لغير تويل وبالتالي نحطه هنا انفينيتي او ممكن نقول لك مثلا شال احتمال ان التغيرات الجهد اللي موجود عندك في القاعة هنا فتقول لي مثلا والله من سفر سفر معناها ما عندي فولتش بكل والماكسيم مثلا 300 فهنا شال عندي هنا هنا عندي كونتينيوز كيس فالاحتمالات ممكن تكون كونتينيوز وممكن تكون درجة الحرارة مثلا كونتينيوز درجة الحرارة في بنغازي مثلا في شهر 11 فتقول لي والله درجة الحرارة تكون طبعا very rare اكتمالية تقريبا 0 لما تكون درجة الحرارة درجة تجمد 0 والماكسيم الممكن تصلها هي 50 فهذه عبارة عن range يكون هنا كونتينيوز مش دسكريت من 0 إلى 50 مثلا إلى آخره فهنا نحب نوقف وأهمية التوبك هذا بشكل عام في جميع التخصصات مش فقط أهميتها في التخصص نفسها وكان أهميتها كذلك في طريقة التفكير كيف نطور من تفكيرنا بحيث الموضوع نفسه ممكن ننظر له من عدة أوجه مهم كذلك إنه بعدين إن شاء الله في مشاريعكم بتاع التخرج لما تستخدم السيموليشن تستخدم في منتقال السيموليشن مهما كان التوبك تشتغل فيه سواء كان في الميمو أنتنا في 5G في 6G في الـ مهما كان الموضوع في الفايبر الموضوع تشتغل فيه مهما كان الموضوع تبيúp تشتغل السيموليشن تبيدي السيموليشن تطلع النتائج كلا ستحتاج لما يسمى بالمونتي كارل سيموليشن ستحتاج إلى بشكل كبير جدا استخدام الألغوريثم التي سندرسوها في هذا الخورس أخيراً بس نركز على النقطة اللي نذكركم بها إن شاء الله السبوع القادم جبوا معاكم الحواسيب الشخصية بتاعكم هندخلوا بالكمبيوتر هنشوفوا بعض التطبيقات باستخدام الأكتيف أو الماتلب طبعاً الأكتيف ممكن تدخلها أنت لو كان ما عندكش الماتلب ما عندكش إلا نسخة مثلاً هاكت فيرجل ما تبيش تسخدم الهاكر أو ما تبيش جميع النسخ المضروبة في الكمبيوتر أو في الانترنت قد تأتي معها فيروسات وتعني معها مشاكل فالأكتيف هو عبارة عن برنامج تقدر تقول تقريباً 95% نفس المتلب يعني ممكن 95% أو حتى 99% نفس المتلب تمام؟ وبنصل الواقع هو أصلاً open source يعني مجالاً أصلاً هو فتلقاه بالرمز هذا أوكتيف تجع النت ممكن نحاول إن شاء الله ندخل بال وقبل آية لحظة ممكن نحاول إن شاء الله ندخل تشوف فيه الآن هذا الـ برازر فهو عبارة عن أوكتيف تعرفوا العربي أوكتيف أوكتيف هذا هو الأكتيف أوكتيف أوكتيف تقدر طبعاً تضيع دونلود فري زي ما قلناه هو أصلاً فري يعني عرفت ما هوش ما تخلش هنا تلقى طبعاً آخر الآن 8.3 هذا آخر الزي ما قلناه تقدر تنزل سواء كان عندك ماك طبعاً الماك ديما في شوية تعقيد في الإنستيليشن بتاعة فأنا عادة تنديلها في الإنستيليشن أنا نسخف في الويندوز الآن ولكن الماك اللي عندي ينسخدم في الهوم بريو في الإنستيليشن بتاعة يعني ليس ليس طبعاً حقيقة بالنسبة للماك بالنسبة للموندوز سهل فأنا تنزم هنا دغري 280 ميجا نزم هنا بعد أن تدل لإنستيليشن مباشرة كأي برنامج آخر إن شاء الله صبع القادم لما تكون عندك من الأكتيف سنوريكم في بعض التطبيقات البسيطة كيف تستخدمها وزي ما قلت لك هو اللي ما عنداش الأكتيف يستخدم المتلاب هو نفس المتلاب يعني اللي تشغل على الأكتيف يشغل على المتلاب تقريباً يعني ما فيش أي مشكلة فهذه الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى وزي ما قلت لك الأسبوع القادم في المعاكة الكمبيوتر تحطها على silent بحيث أنك تتبع من الشاشة ولكن لكون عندك أسئلة تخش على Q&A تكتب الأسئلة بتاعك وبعدين أنت ناقشوا في الإجابات بعضها إن شاء الله من ناحية هنا المحاضرة تمت اليوم إن شاء الله ولكن نفتح المجال الأسئلة لو عندكم أي أسئلة سواء بخصوص المحاضرة اليوم أو بخصوص الكورس بشكل عام تفضل الصوت مش واضح في سؤال المقدمة برسمها كشيوة رحمة مقدمة الحمد لله يعني طبعا نازم أكتلكم يعني لأنني عارف إن الموضوع هذا ربما ما تمش دراستها من قبلكم يعني في الدراستة الجامعية الأولى ولهذا حاولت نبدأ بشكل من يعني من من البايزيكس في الموضوع ولكن إن شاء الله يعني توقعوا إنه سيكون في قفزات بعدين شوية يعني لأنه حتى مش هنمشوا بنفس الرتم البطيء هنوصلوا هنحاولوا ولكن حتى القفزات مش هتكون يعني إنه نحن نطعم الموضوع بالكامل ولكن الأشياء اللي هي مش هتفيدنا بعدين ممكن إحنا نتجاوزوها ونركزوا بس على الأشياء اللي حنستفيدوا منها في الكورس وزي ما قلت لكم يعني الغرض من هذا الكورس ليس أبدا التعجيز ولا أبدا يعني الوضع مقرر معقد للطلبة بل بالعكس تطلعوا من الكورسرة بإذن الله تعالى وأنتو عندكم نظرة يعني كاملة مختلفة عما سبق لكل المواضيع اللي درستوها في السابق حتقيت من نظرة أخرى وحتقيت يعني من idea ممكن أنت وتبدأ تشغل في أشياء تشوفها بنفسك وتشوف تأثيرها وتأثير يعني event على event وحتكون يعني مهارة أو skill هتكون مفيدة جدا كم في درستكم إن شاء الله تعالى شكرا العافو إن شاء الله خلاص هنبعثك كامل يوم إن شاء الله المحاضرة اليوم هنبعثك هتصل كامل إن شاء الله على نفس الإيميل لسة اللي بعتك كامل السابق والمحاضرة الجاية هيكون في كوز إن شاء الله هنبعثها قبل البكتور فرحات ويوزع عليكم من بعد المحاضرة هتكون آخر تقريبا 45 دقيقة من كل محاضرة وآخر نصاعة هيكون العافو إن شاء الله في أمان وحفظ إن شاء الله يومكم مبارك مع السلام